السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات تاحية طيبة لكم يوم الخميس العشرين من شهر أوجوست 2020 سنة سعيدة وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1442 أدخلها الله علينا وعليكم بالسعادة والفرح والصحة والسلامة والأمان بإذن الله وأن تحققوا كل ما كنتم تحلمون به إن شاء الله سنة سعيدة وكل عام وأنتم بألف خير أهم أخبار ألمانيا كالعادة أصدقائي سوف نبدأ في البداية بالخبر الذي تتكلم عنه الصحافة الألمانية والذي تكلمنا عنه يوم أمس حول ما قام به لاجئ حسب الصحافة الألمانية يحمل جنسية عراقية كما قلنا أيضا يوم أمس هذا الشخص يمثل نفسه فقط ولا يمثل الشعب العراقي الكريم ولا يمثل الأجانب ولا يمثل اللاجئين حسب الصحافة الألمانية تم إدخاله الآن إلى مستشفى الأمراض النفسية ومن هناك سوف تتم متابعته من أجل معرفة هل هو مريض نفسي أم قام بعمله لأنه عنده دوافع إرهابية ما حصل أصدقائي هو أن هذا الشخص الذي يسمى صارمد عنده 30 سنة حسب الصحافة الألمانية ولد في مدينة بغداد ودرس التصميم هناك وأنهى دراسته الجامعية أيضا في بغداد حاول أصدقائي بسيارته ركب سيارته وبدأ هناك في مدينة برلين العاصمة الألمانية بالبحث عن أصحاب الدراجات النارية وحاول ضربهم وحاول قتلهم أصدقائي جرح ستة أشخاص ثلاثة منهم بجروح خطيرة وتتم معالجتهم الآن نتمنى لهم الشفاء العاجل إن شاء الله حسب قصته فهو يحمل إقامة دولدونغ ورفض طلب لجوءه جاء إلى ألمانيا في فترة 2015 دخل من العراق إلى توركيا عبرها إلى اليونان وبعد ذلك ذهب إلى شمال أوروبا دخل أول دولة دخل لها هي دولة فنلندا وفي دولة فنلندا قدم على اللجوء هناك وظل في فنلندا مدة معينة رفض لجوءه في فنلندا بعد ذلك توجه إلى السويد السويد أيضا رفض لجوءه وجاء إلى ألمانيا وألمانيا رفض لجوءه لأنه عنده بصمة أيضا في دولة أخرى كان يحمل إقامة دولدونغ وكانت لغاية نهاية السنة وكان يطلب منه الترحيل الأصدقائي هذه هي القصة وما زالت متابعته وهو يمثل بطبيعة الحال نفسه فقط ولا يمثل العراقيين الكرام ولا يمثل اللاجئين والأجن سوف نمر الآن إلى حالات كورونا أعلنت ألمانيا بأن الحالات ارتفعت هذا اليوم لتصل في ضرف 24 ساعة إلى 1707 حالة جديدة سجلت في 24 ساعة وهو أكبر عدد من الحالات يسجل منذ فترة كبيرة في ألمانيا يعني مثل هذا العدد كان يسجل في شهر مارس الشهر الثالث شهر مارس المهم أصدقائي وصلت الآن الحالات بالمجموع في ألمانيا إلى 230 ألف وسبعة شفية من بين هذا العدد 205 ألاف شخص وتوفية 9258 وفقط بسبب كي يقل انتشار الحالات لأنه لاحظوا بأن دول البلقان تتسبب بكثرة في انتشار الحالات يعني في ألمانيا لأنه كثير من الناس الذين سافروا إلى دول البلقان ورجعوا جلبوا معهم العدوى لذلك هذا اليوم أعلنت ألمانيا أجزاء من دولة كرواتيا كمنطقة غير آمنة بالخصوص الشواطئ البحار لأنه شواطئ بحار كرواتيا يسافر لها الشعب الألماني يعني بكثرة والسياح بكثرة وهناك قالت وزارة الصحة بأن هناك يجلب الناس المرض ويجلب الناس العدوى مجددا إلى ألمانيا تم إخراج دولة اللوكسنبورغ من قائمة الدول الغير آمنة ماذا يعني دولة غير آمنة؟ ماذا يعني مثلا دولة موبوءة؟ هذا لا يعني بأنه ممنوع الصفر أبدا أبدا أصدقائي ما يعني فقط هو أنه إذا سافر الشخص إلى دولة غير آمنة دولة موبوءة دولة توجد في لائحة التحذير من الصفر عندما يدخل إلى ألمانيا يكون مجبرا في ضرف ثلاث أيام على عمل فحص لكورونا أو يدخل إلى الحجر الصحي إذا امتنع عن الأمر يدفع غرامة مالية هذا ما في الأمر والفحص يكون مجاني أصدقائي نتمنى السلامة بطبيعة الحال للجميع سوف نمر الآن إلى موضوع آخر تتكلم عنه الصحافة الألمانية تم توقيف بمدينة فرانكفورت ثلاث رجال الشرطة عن العمل مؤقتا من أجل التحقيق معهم في قضية اعتدائهم على شاب عنده 29 سنة في مدينة فرانكفورت الأمر وما فيه هو أن الشرطة الألمانية كانت تقوم بدورية من الدوريات بعد ذلك حصل شجار بينها وبين أحد الأشخاص الذي عنده 29 سنة تقول الشرطة الألمانية بأنه كان عنيفا أصدقائي المهم أصدقائي حصل بينهم شجار مما أدى بالشرطة إلى وضعه في الأرض ومساكوه بقوة وبعد ذلك حسب بعض الفيديوهات التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر عنف رجال الشرطة وكيف قام الشرطي بضربه بالرجل وركله بالرجل يعني ركله رغم أنه الشخص ملقي على الأرض وممسوك فجاء رجل شرطة من بعيد وبدأ يضربه هكذا ويمارس عليه العنف بعد ذلك جاء رئيس هذا الشخص وأوقفه وبلغ عنه يعني رئيس الشرطة بلغ على هذا الشرطي وبدأ التحقيق الداخلي معه والآن تم توقيف بعد مشاهدة بعض الفيديوهات تم توقيف ثلاث رجال الشرطة من أجل التحقيق معهم في ممارسة العنف الزائد والمبالغ فيه العنف يعني بطريقة سيئة سوف نمر الآن إلى خبر آخر نشرته أيضا الشرطة الألمانية على هذه الصورة التي انتشرت بكترة في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر رجلا يجلس في حافلة حافلة المسافرين الخضراء فليكس بوس وكما تلاحظون هذا الأمر كان خطير ووقع في مدينة بيرلين وأحد شاحنات شاهدت الأمر صورته بلغت الشرطة جاءت شرطة وأوقفت حافلة المسافرين وأنزلوا هذا الشخص هذا الشخص كان تحت تأثير الكحول وعنده 28 سنة وهو من جنسية رومانية بدأ التحقيق معه بهذا الأمر لماذا قام بهذا الفعل؟ لأن هذا الفعل خطير وخطير للغاية هو ليست عنده ممكن ليست عنده بطاقة الحافلة ورغبة بالصفر وغمر بحياته بتلك الطريقة الخطيرة التي كانت سوف تؤدي بحياته ولا سمح الله كانت ستؤدي أيضا بكارثة في الطريق السريع حوادث سير يعني لو كانت سمح الله سقط والسيارة لوراءه يعني عملت فرملة بغمزة الفران كانت ستحصل كارثة الحمد لله على السلامة سنسعيدة وكل عام وأنتم بخير سأظل أوافقكم دائما بكل جديد من مصادر موتوقة كالعالة شكرا لكم والسلام عليكم إلى اللقاء شكرا لكم